كان لي سنديانة العرب يسمحوا لنا الشعب السوري هي سنديانة العرب مش بس سنديانة الشام مثل ما بلقبوها مونة واصف الممثل القديرة اللي شفنا إجماع عربي واسع على ضرورة وعلى أحقية هذا التكريم شفناها عم تبكي ومتأثرة هي وطالع على المسرح عم تتذكر أمه اللي قالت لها أنه كانت حابة أمه تكمل دراستها لكن السيدة مونة واصف من بعيد أرسلت رسالة إلى والدتها الراحلة وقالت لها بتمنى تكوني فخورة فيي لأنني قدرت أعمل شيء قدرت أقدم إنتاج بحياتي مثل ما أنت كان بدك إذا حسب حلمك أني كمل دراستي كلام إنساني جميل جدا يثبت أيضا مثل ما حكينا عن الزعيم عاد الإمام أنه الفنان الحقيقي هو إنسان كان فيها ما توجه أي رسالة لولدتها كان فيها توجه شكره فقط وتكتفي بهذا التكريم لكن عرفت الناس وعرفت كل حدا على أهمية معنى أنه الشخص يتمسك بحلمه هي تمسكت بحلمه حققت إنجازات كبيرة وأبدا ما تعبت ولا تراجعت عن تحقيق هذا الحلم كمل هيك وقفت على المسرح شامخة تنظر إلى حياتها وإلى هذا الشريط الحياة بفخر وتقول لوالدتها نعم أنا صنعت نفسي وصنعت هذا الإنتاج العظيم منواصف كانت علامة فارقة لطالما كانت علامة فارقة لكن على المسرح كانت علامة فارقة وجميلة ومضيئة في سماء الفن وبين كل الحضور بمهرجان جوي أورد